مع توقعات منظمة الصحة العالمية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق فإن ثمت مخاوف كبيرة من انتشار الفيروس بين المعتقلين في السجون الحكومية التي تحتجز داخلها عشرات الآلاف من من زج بهم بوشاية المخبر السري أو بتهمة الإرهاب أو غيرها من التهم الجاهزة المعتقلون العراقيون يرزحون في السجون السرية والعلنية منذ سنين دون محاكمات احتجاز يستنزف الحياة والكرامة فضلا عن الأموال التي تنهب من ذوي المعتقلين بابتزازهم وبحسب مصادر في حكومة بغداد فإن ثمانين في المائة من المحتجزين والمعتقلين في السجون هم أبرياء وتم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب والابتزاز وأن الحكومات المتعاقبة في العراق فشلت في معالجة ملف السجناء منظومة الفساد والتخبط الكبير في إدارة البلاد على المستويات المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ما زالت تسبب المآسية للعراق والعراقيين بحسب هيئة علماء المسلمين التي أكدت أن جائحة فيروس كورونا تفتك بالعراقيين في ظل إصرار متعمد من السلطة الحاكمة على التكتم على الوقائع والمعلومات والأرقام الحقيقية للإصابات وأن بقاء عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في السجون الحكومية والميليشياوية أشبه ما يكون بعملية قتل جماعي مدبرة لهم وطالبت الهيئة السلطات الحكومية بإطلاق سراح المحتجزين كما فعلت دول عدة في العالم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ذكر أن العديد من المعتقلين في العراق تعرضوا طوال السنوات الماضية لعمليات تصفية جسدية على يد ميليشيات متنفذة وهاهم اليوم يتركون فريسة سهلة وعرضة للإصابة بفيروس كورونا في ظل أوضاع صحية صعبة داخل السجون من جراء الإهمال الحكومي وعجز القطاع الصحي عن تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين العراقيين داخل وخارج السجون من جنبها طالبت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بإطلاق سراح المعتقلين تحسبا من تفشي فيروس كورونا في السجون وأن الإبقاء على المعتقلين سيسبب كارثة بشرية وقتلا جماعيا قانون العفو العام الذي صدر منذ سنين لا يزال بين الشد والجذب فالكتل السياسية لا تراعي إلا مصالحها دون الالتفات إلى أوضاع المعتقلين الذين أصبحوا بين مطرقة الحكومة وميليشياتها وسندان فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر